قائمة أسماء تضمنت 16 شخصية مستقلة من قضاة وأكاديميين قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كمقترح لتشكيل لجنتين من القضاة والاستشاريين لاختيار الكابنة الوزرية الجديدة من المستقلين التكنقراط وتكونان برئاسة رئيس الوزراء حيدر لابادي دعوة مجموعة من أبناء العراق من خبرائه وعلمائه وأكاديميه ومهنيه وقضاته ورجال أمنه إلى أن يجتمعون لتشكيل حكومة أو اقتراح أسماء أو وضع معايير هذا يعتمد على عملهم في المرحلة المقبلة لكننا نقول أن هذه الخطوة الأجرى وقد لا يتفق معنا الشركاء السياسيين بصراحة هذا ليس مهم الآن نحن لا نبحث عن التوافقات نحن نبحث عن إنقاذ البلد وإنقاذ هذا الشعب موقف الصدر تباينت حوله الآرأ لمحللين وأكاديمين ومثقفين فالبعض اعتبره خطوة مهمة لدعم الإصلاحات المرتقبة غير مستبعدين في الوقت ذاته من احتمالية نشوب خلافة سياسية هي حركة تفاعلية من قبل سيد مقتدى الصدر بالتحديد فيما يرتبط بالمسيرة الإصلاحية التي ينطلق بها الدكتور العبادي سيما وأن عملية الاستجابة أو حتى الاستماع لبعض القوى السياسية أنا أعتقد أنه سيأخذ بها من قبل الدكتور العبادي لكن لا أعتقد أن هذه اللجنة سيكون لها الدور الأساس في اختيار الوزراء هناك جهات سياسية أخرى أيضا لديها رؤى ولديها مستشارين ولديها أيضا برامج يمكن أن تعزز حركة الإصلاح التي ينطلق بها رئيس الوزراء وحكومة التكنقراط الأسماء التي قدمها السيد الصدر أسماء منتخبة بعناية وبدقة الكثير منها صاحبة اختصاصات ممتازة ومميزة ولها بعد أكاديمي أيضا وبعضها له تجربة عملية وميدانية نعرف أن الكثير من هذه الكتل لها تضادات مع بعضها يعني كتلة التي تمثل حزب الدعوة بالتأكيد ستعترض على كل ما يقدمه التيار الصدري أو كتلة الأحرار داخل البرلمان وهكذا بين بقية الكتل الأخرى يعني لا يوجد هناك وفاق وطني أو تكامل في الرؤى إنما تضاد وصراعات خطوة الصدري هذه تعد الأولى من نوعها لدعم إصلاحات الأعباد بقول أكاديميين موضحين وجود قوى سياسية مؤيدة إليه وأشار إلى أن الهيئة السياسية للتيار الصدري كانت تعمل منذ شهر تقريبا لاختيار هذه الأسماء بدقة هذا الاختيار كان بناء على دعني أقول أن الهيئة السياسية للتيار الصدري بالمشاورة مع السيد مقتدر الصدري كانت لديهم جملة من المشاورات والتكنقراط والكفاءات العلمية على مدى أكثر من شهر حتى قبل طرح موضوع المبادرة كانوا يريدون بذلك الخروج وتقديم نخب حقيقية قسم من الشخصيات التي أذيعت كنت أنا حاضر معها وكان اللقاء بالتحديد في يوم عشر اثنين وجرى حوار واضح وشفاف امتد لأكثر من أربع ساعات لمسنا مهن الإيثار الجدية وحتى أنه أعلن على استعداد تام للانسحاب من العملية السياسية إذا وجد أن ليست هناك بوادر أصلاح حقيقية لمعالجة الوضع السياسي في العراق زياد نهاد الحرة بغداد